مجلس الوزراء المصري يعلن بدء التشغيل الفعلي لخط الربط الكهربائي بين مصر والسودان وزير الطاقة السعودي ينفي رفض تمديد التفاق أوبك بلاس واجتماع للمنظمة هذا الشهر عبر الفيديو كونفرنس والاقتصاد الأمريكي يفقد أكثر من 700 ألف وظيفة في مارس ومعدل البطالة يرتفع إلى 4.4% بسبب كورونا شاهدين الكرام من النيل الأخبار نحييكم هذه نشطة الاقتصادية المفصلة لهذا اليوم فأهلا بكم نبدأها من مجلس الوزراء المصري الذي أعلن عن بدء التشغيل الفعلي لخط الربط الكهربائي بين مصر والسودان بجهد 220 كولفولت أمس الجمعة وذلك تلبية لرغبة الجانب السوداني وأكد المجلس أن تلك الخطوة تأتي في إطار استراتيجية جعل مصر محورا اقتصاديا إقليميا لتبادل الطاقة وسبق أن تم الانتهاء من أعمال إنشاء الخط الكهربائي لربط البلدين في إبريل 2019 ويبلغ طوله بالجانب المصري حوالي المائة كيلو متر وبالجانب السوداني حوالي السبعين كيلو مترا أكد وزير البطرول طارق الملة أنه جاري تنفيذ برنامج طموح لتعظيم الاستفادة من الغاز الطبيعي واستخدامه كوقود للسيارات والعمل على تحويل أكبر عدد ممكن من المركبات خلال الفترة المقبلة وأشار وزير إلى أن الخطة المتكاملة للمشروع تستهدف نشر محطاته ومراكز تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي خلال السنوات الخمس القادمة في العديد من المحافظات والمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة بالإضافة إلى شبكة الطرق القومية كثفت مصلحة الكيمياء التابعة لوزارة التجارة والصناعة من خدماتها المقدمة لمجتمع الأعمال من خلال تشغيل كافة معامل التابعة للمصلحة لتلبية الطلب المتزايد على منتجات المطهرات والمنظفات والكحل والكمامات لمواجهة انتشار كوفيد 19 المعروف بفيروس كورونا المستجد يتي ذلك في إطار جهود وزارة التجارة والصناعة لتوفير المعامل المؤهلة والمعتمدة دوليا لاختبار المنتجات سواء المصنعة محليا أو المستوردة قبل طرحها في السوق المحلي لضمان جودتها ومطابقتها للمواصفات القياسية المصرية والدولية أيضا تفقد المهندس كامل الوزير وزير النقل مواقع تنفيذ محطات المرحلة الرابعة للخط الثالث للمترو وكذلك عمل تنفيذ مشروع القطار الكهربائي السلام العاصمة الإدارية العاشر من رمضان وبدأت الجولة بتفقد أعمال تنفيذ محطة مترو النزهة ثم استقل الوزير قاطرة اختبار على السكة ليتفقد باقي محطات المرحلة والوقوف على معدلات التنفيذ لكل محطة كما تفقد وزير النقل أعمال تنفيذ ورشة الخط الثالث للمترو والتي تبلغ مساحتها 65 فدانا وتعد من أكبر ورش في الشرق الأوسط وإفريقيا ووجه بضرورة تكتيف الأعمال للانتهاء من المحطات وإنهاي اختبارات عنظمة التشغيل والتحكم الخاصة بها إلى الاقتصاد العالمي حيث نفى وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان ما ورد في تصريح لوزير الطاقة الروسي بأن المملكة العربية السعودية رفضت تمديد اتفاق أوبيك بلس وانسحبت منه ما أثر سلبا على السوق البترولية العالمية وأكد الوزير أن سياسة المملكة البترولية تعمل دائما على توازن الأسواق واستقراره بما يخدم مصالح المنتجين والمستهلكين على حد سواء وأشار وزير الطاقة السعودية إلى أن المملكة العربية السعودية بدلت جهودا كبيرة مع أوبيك بلس للحد من وجود فائد في السوق إلا أن هذا الطرح لم يلقى سابقا قبولا لدى الجانب الروسي وترتب عليه عدم الاتفاق هذا ومن المقرر أن تعقد منظمة الدول المصدرة للنفط المعروفة بأوبك وحليفاتها من خارج المنظمة هذا الشهر اجتماعا عبر الفيديو كونفرنس بعد تحسن سعر النفط إثر إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن السعودية وروسيا قد تخفضان إنتاجهما وبصفتها زعيمة المنظمة دعت السعودية عضاء أوبيك والدول النفطية الشريكة لها على اجتماع عاجل للوصول لاتفاق عادل يعيد التوازن لأسواق الخام ولا يزال سوق الذهب الأسود يتعرض لضغوط من جراء ضعف الطلب بسبب القيود المفروضة على نقل الأشخاص والبضائع أيضا حول العالم لمكافحة انتشار كورونا المستجد هذا وتعتبر الأنباء الإيجابية حول قرب التواصل لاتفاق تعتبر ألقت بظلالها على أسواق النفط العالمية حيث قفزت العقود الآجلة للنفط لثاني جلسة على التوالي وسجلت عقود الخام الأمريكي وخام برينت كليهما أكبر مكاسبها من حيث النسبة المئوية منذ بدء تداول عقود الخامين القياسيين وقفز مزيج برينت بنسبة 13.9% لتسجل عند التسوية 34 دولارا 11 سنة للبرميل هذا وتنهي عقود برينت الأسبوع مرتفعة ب36.8% وهي أكبر مكاسبها الأسبوعية كما أنها تعقود خام القياسيين الأمريكي غرب تكساس الوسيد جلسة تداول مرتفعة بنحو 11.93% لتسجل عند التسوية 28 دولارا 34 سنة للبرميل وتنهي عقود الخام الأمريكي الأسبوع على مكاسب قدرها 31.8% نقاشر رئيس الروسي فلاديمير بوتين سبل مكافحة فيروس كورونا المستقد والوضع في أسواق الطاقة العالمية مع الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن القومي الروسي بوتين أكد أن روسيا تحافظ على تواصلها مع المملكة العربية السعودية بشأن وضع سوق النفط العالمي كما أشار رئيس الروسي إلى ضرورة توحيد الجهود من أجل تحقيق التوازن في سوق الطاقة العالمي وتقليصي انتاج النفط على صعيد المتصل أعلن المصرف المركزي الروسي أنه لا يرى حاليا حاجة لاتخاذ تدابير إضافية لضمان الاستقرار المالي في روسيا مؤكدا استعداده لاتخاذ إجراءات في حال ظهرت ضرورة لذلك وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد اقترح عددا من الإعفاءات الضريبية للشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر أيضا من أجل الخروج من الأزمات الاقتصادية المترتبة على انتشار كوفيد 19 المعروف بفيروس كورونا المستقد في روسيا أعلنت وزارة التجارة الصينية تقليص القائمة السلبية أمام دخول الاستثمارات الأجنبية وجعل أسواق البلاد أكثر فتاحا وأشارت الوزارة إلى ضمان استفادة الشركات ذات التمويل الأجنبي بجميع سياسات الدعم بشكل عادل وقانوني مع المشاركة العادلة في المشتريات الحكومية وصياغة المعايير هذا وتسعى بايكين إلى الحفاظ على استقرار الاستثمارات الأجنبية عبر مجالات تشمل استمرار توسيع الانفتاح وتعميق الإصلاح وكذلك تحسين البيئة وترقية الخدمة بالإضافة إلى تنفيذ السياسات الاقتصادية وفي الولايات المتحدة الأمريكية فقد الاقتصاد الأمريكي أكثر من 700 ألف وظيفة خلال مارس كما ارتفع معدل البطالة وذلك بالتزامن مع تفشي كوفيد 19 كورونا المستقد وإلق العديد من المصانع والشركات ضمن التدابير اللازمة لاحتواء الفيروس وأعلنت وزارة العمل الأمريكي أن الاقتصاد الأكبر في العالم فقد 701 ألف وظيفة خلال مارس وارتفع معدل البطالة من 3.5 إلى 4.4 من 10% وخلال مارس فقد الاقتصاد الأمريكي الوظائف لأول مرة منذ عقد كامل من الزمن وارتفع معدل البطالة أكثر من المتوقع في الشهر الذي بدأت فيه جائحة كوفيد 19 في الايتيان على النشاط الاقتصادي المحلي بالولايات المتحدة الأمريكية على صعيد المتصل خفض محلل بنك مورغانستان للاستثماري توقعاتهم لإعداء الاقتصاد الأمريكي خلال الربعين الأول والثاني من العام الجاري تحت وطأة استمرار جائحة كوفيد 19 في الولايات المتحدة الأمريكية وأتوقع البنك الأمريكي تراجع النتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة خلال الفترة من إبريل وحتى يونيو 2020 بنحو 33% مقابل توقعات السابقة بأن ينخفض بنسبة 30% فقط ومشاهدين الكرام بهذا الخبر انتهت نشرتنا دعوني أذكركم بأم أخبارها مجلس الوزراء المصري يعلن بدء التشغيل الفعلي لخط الربط الكهربائي بين مصر والسودان وزير الطاقة السعودي ينفي رفض تمديد اتفاق أوبيت بلس واكتماع للمنظمة هذا الشهر عبر الفيديو كونفرنس والاقتصاد الأمريكي يفقد أكثر من 700 ألف وظيفة في مارس ومعدل البطالة يرتفع إلى 4.4% بسبب كورونا شاهدين الكرام كانت هذه النشرة الاقتصادية المفصلة لهذا اليوم نشكركم دائما على حسن المتابعة إلى اللقاء